طيب هنا نبدأ ننشأ متغير نصميه مثلا نام سايت او اي اسم يعني مشارط نام سايت راح يكون الرو وان اللي انشأناها هنا لاحظوا رو وان لنام سايت من وان جبنا نام سايت من هنا من قاعدة البيانات نام سايت هنا قاعدة البيانات نام سايت لو نلاحظ في انشاء الجدول لاحظوا هنا نام سايت اول شيء وايضا يورال سايت هنا يورال سايت وعندنا ايضا الايميل ايميل الموقع رايحين نجيب الايميل برضو وايضا اه وصف الموقع راح تنشأ اكمل متغير نسميه ديسك سايت هنا ايضا الكي سايت حتى لما نعمل الفاليو الان راح تظهر في الحقول الانشأناها راح تظهر البيانات الموجودة المخزنة في قاعدة البيانات هنا الكي هنا التكست كلوز سايت والاوبن سايت ما اضفناها اللي هي اغلاق وفتح الموقع هنا اوبن سايت اوبن سايت اه اعتقد هيك جاهزين احنا رايحين هنا في النايم سايت راح نعمل الفاليو الفاليو راح يكون راح نفتح وسم بي اتش بي ونضع يساوي ونغلك الوسم هنا نضع النايم سايت اللي هي هنا النايم سايت اللي استخرجنا اسم الموقع لو نتوجه فاصل منقوطة او بدون فاصل منقوطة ما فيه اي مشكلة اه نتوجه لوح تتحكم الاعدادات العامة اه رايحين ما ظهرت عنا لدينا خطأ الخطأ هنا في اسم المتغير النايم سايت راح نتوجه نشوف النتيجة لاحظوا ظهر اسم الموقع عنا المخزن في قاعدة البيانات اه رايح نجيب نفس الفاليو نضعه هنا مع التغير هنا يورال يورال سايت هنا الايميل الايميل الموقع في التكست اريا نزيل الفاليو فقط فقط نضع وسم البي اتش بي هنا ديسك ديسك سايت وهنا نفس الشي راح نجيبه هنا كلمات مفتاحية راح نضع كي سايت اه حالة الموقع اللي هو مغلق راح راح نرجع لها بعد شوي وهنا اه رسالة الاغلاق رايح نضع اه هنا لاحظ صمناها تكست تكست كلوز سايت تكست كلوز سايت طيب لو توجهنا نشوف النتيجة كلمات مفتاحية ما ظهرت عنها لانه الاستعلاء او المتغير ديسك سايت نشوف نتأكد ديسك سايت صحيحة هنا ديسك سايت نشوف النتيجة ما ظهرت برضو الكي سايت هنا خطأ اه كتبين خطأ هنا الايميل راح نستبدلها الايميل سايت اه راح نشوف النتيجة هنا تكست زيل المتغير لاحظوا اه هنا اسم الموقع رابط الموقع البريد اه هنا الوصف هنا الكلمات المفتاحية هنا رسالة الاغلاق اه لو حابين نزيد اه الحجم هنا مثلا راح نعمل راح يساوي مثلا اربعين لاحظوا تغير الحجم نزيلها انا ما محتاجها طيب راح ينعمل هنا شرط ما او قبل ما نعمل الشرط راح نتوجه هنا لسلكت راح ينفتح رسم بيتش بيه نغلك الوسم راح نعمل شرط ما اذا كان اللي هو متغير اوبن سايت المسؤول عن اغلاق وفتح الموقع يساوي يساوي اه واحد راح نطبع ايكو راح نطبع مفتوح للزوار مغلق عن الزوار هنا نفس الشي وهنا ايلز اذا ما كان واحد راح يكون اتنين او نعمل ايلز ايف اذا كان اتنين راح نعملها ايلز اذا كان اتنين هنا راح ينعكسهم اه اول شي مغلق عن الزوار تاني شي مفتوح للزوار توجه لاحظوا مفتوح للزوار لان واحد لو غيرنا الاثنين راح يجي اول شي مغلق عن الزوار طيب راح نعمل هنا شرط ما او خليها هنا اذا تم الضغط على زر اللي هو اه حفظ العدادات اللي هو سمنا احنا عنا اه اه اوبديت ستنج اذا تم الضغط على الزر اوبديت ستنج اه باعتباره يعني راح يحفظ العدادات هنا راح ننطبك جميع شروطنا وراحين نعمل اوبديت اه للبيانات الموجودة في بيانات جديدة اشتركوا في القناة